تباعاً تتكشف كواليس محاولة اغتيال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وأصابع الاتهام وجه خان إلى خليفته وخصمه السياسي شهباز شريف في أول خطاب رسمي له بعد الحادث من قلب مستشفى لهور حيث يتلقى العلاج خرج خان بتصريحات حول تفاصيل الواقع ومدبرها ولفت السياسي البارز إلى ورود معلومات عن مخطط مسبق لاختياله منذ فترة في مدينة وزير أباد رئيس الحكومة الحالي شهباز شريف لا يقف وحده وراء الهجوم إذ أكد خان دلوع ثلاثة أفراد في ذلك المخطط لم يشر إلى هويتهم وفي تفاصيل الحادث لفت خان إلى إطلاق مسلحين اثنين النار عليه خلال تجمع انتخابي في البنجاب ضمن مسيرة بدأها من لهور على أن تتوجه إلى العاصمة لإجبار الحكومة على إجراء انتخابات مبكرة غير أن الأمور لم تجري كما خطط لها فخان نجى من الموت لكن رصاص الطائش أصابه بجروح في ساقه وأصفر إطلاق النار العشوائي عن مصرع شخص وإصابة أحد عشر آخرين وفق خان اتهمات خان تتفق مع تصريحات سابقة أطلقها حزبه السياسي إنصاف بتأكيده انخراط رئيس الحكومة ووزير الداخلية في الهجوم وشدد الحزب على ضرورة استقالة شريف من منصبه وتفجرت الأوضاع أكثر على الأرض بخروج أنصار خان في تظاهرات حاشدة استجابة لدعوة حزبه السياسي ما أدى إلى اشتباكات مع قوات الأمن وتأزم المشهد السياسي منذ أبريل الماضي بعد قرار برلماني يمنع خان من تقلد أي مناصب عامة لخمس سنوات قرار اعتبره خان مخططا للإطاحة به من قبل شهباز شريف والولايات المتحدة المحاولات المتواصلة لإبعاد خان عن الساحة السياسية لم تؤتي ثمارها وفق خان الذي تعهد بمواصلة مسيرته الانتخابية إلى العاصمة فور تحسن صحته